اشتركوا في القناة ان الامارات العربية ستقدم 15 مليون دولار امريكي شهريا لدعم مشاريع تنموية اغاثية في قطاع غزة المحاصر منذ اكثر من عقد تواصل طائرات التحالف الدولي اليوم الخميس قصفها العنيف للمناطق التي لا تزال تحت سيطرة المسلحين في مدينة الرقة بعدما اوقعت خلال ثلاثة ايام نحو ستين قتيلا مدنيا بينهم 21 طفلة وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان رست برصيف ميناء المكلة في محافظة حضرموت اليمنية امس الاربعاء سفينة شحن اماراتية تحمل على متنها مساعدات غذائية اعلن الجيش الوطني اليمني عن ان قواته اقتربت من تحرير مدينة ميدي بمحافظة حج شمالية غرب اليمن وان وحدات من الجيش على وشك اقتحامها وتحريرها من الميليشيا الانقلابية التابعة للحوثيين بعد مضي عدة اسابيع من الحصار المفروض عليها من كل الاتجاهات رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر بتسهيل اجراءات الحج امام الحجاج القطريين اليوم الخميس وارسال طائرات الى الدوحة لنقل اعداد منهم الى المملكة داعية في الوقت ذاته الى عدم تسييس مسألة الحج اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 386 لسنة 2017 بان يعامل الامير صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق احكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وذلك بخصوص ثلاث قطع ارض استنكر مرصد فتاوى التكفير والاراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية بشدة الهجوم الارهابية الذي نفذته ثلاث انتحاريات عند مدخل مخيم للنازحين في مدينة مندراري النيجيرية مما اسفر عن مقتل 28 شخصا واصابة 82 اخرين استمرت شركة مصر للطيران اليوم الخميس في نقل الحجاج الفلسطينيين بسفر الفوج الثالث ويضم 765 حاجا من اهالي قطاع غزة متوجهين على ثلاث طائرات الى جدة في اطار الجسر الجوي الذي تنظمه لسفر حوالي 2500 حاج شهد مطار القاهرة الدولي مساء امس اقلاع اول رحلة تحمل على متنها اول فوج من حجاج السياحة متجهة الى الاراضي المقدسة لنقل نحو 255 حاجا الى مطار جدة اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن الانتهاء من تصدير 10 الاف وحدة زريعة بلتي مصري كدفعة اولى من اجمالي 50 الف وحدة تم الاتفاق على تصديرها لليمن وذلك من خلال المفرخ السماكي بالعباسية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السماكية تمكنت الرقابة الادارية بالشرقية امس الاربعاء من ضبط صاد غين قاضي بدرجة رئيس محكمة جنايات الزقازيق متلبسا بتلقي رشوة مالية مقابل اصدار حكم لصالح احد المتهمين في قضية قتل قررت نيابة الادارية برئاسة المستشارة رشيد فتح الله في القضية رقم 143 لسنة 59 قضائية عليا لحالة مدير عام الادارة العامة لشؤون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الاسكان للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لاتهامه بارتكابه مخالفات مالية وادارية جسيمة اظهرت تقارير هيئة الرقابة الادارية ان قضايا الاختلاس والرشوة واهدار المال العام المضبوطة منذ بداية العام حتى بداية اغسطس الجاري التهمت نحو 680 مليون جنيه اي بما يعادل 2.4 مليون جنيه يوميا حصيلة تقسيم اجمالي الرقم على ايام الاشهر السبعة الماضية اعتمر الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الخميس نتائج الامتحان الالكتروني للطلاب المتقدمين للمدرسة النووية بالضبعة الذي عقد على مدار الاسبوع الجاري واسفرت نتائج الامتحانات عن نجاح 153 طالبا من بين اكثر من 800 طالب وترشيحهم للمقابلات الشخصية لاختيار 75 من بينهم للالتحق باول دفعة بالمدرسة اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ارقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا والطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس بنين حيث يمكن الاستعلام من خلال بيانات الرقم القومي للطالب وطباعة الاختار الخاص برقم الجلوس وموعد ومكان اداء الاختبار الالكتروني قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان كثيرا من المصريين في الخارج قاموا بتأسيس شركات في الفترة الاخيرة وانه تم تأسيس 1500 شركة خلال شهر يوليو بحجم استثمارات 2.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 76% عن نفس الشهر العام السابق اعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء اليوم الخميس عن بدء تفعيل خدمة الشحن الالكتروني وتوفير كروت شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال ماكينات شركة فوري ذهب المنتشرة في عرض من محافظات الجمهورية كمرحلة اولى تشاهدون اليوم على موقعي انا السلفي مقدمة في فضاء للصحابة من سلسلة من اعلام الصحابة فضيلة الشيخ احمد فريد صاحبة البطاطس مقطع والمحاضرة الخامسة والثلاثين من سلسلة تفسير سورة الاحزاب فضيلة الشيخ ياسر برهامي المحاضرة الرابعة والعشرين من سلسلة تفسير سورة الى عمران والتعاون على البر والتقوى من سلسلة الرسالة التبوكية الشيخ ايهاب الشريف تقرؤون اليوم على موقعي انا السلفي اياكم ومحقرات الذنوب كتبه احمد حمدي ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي هل يفسخ الخطوبة بسبب انشغال مخطوبته بالاحلام وتأثرها بها كيف يحسبون حق اخواتهم اذا كانوا يسكنون في بيت والدهم باجرة رمزية انتهت نشرة الاخبار من موقعي انا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته